السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم معي في قناتي قناة تيتشر امنية حسين النهاردة ان شاء الله هنشرح مع بعض منهج انجليش ورلت 7 اللي مش يتابع القناة متنسوش لايب وسبسكرايب للقناة وفعلوا الجرس واللي متابعنا طبعا لايك وشير عشان نصحننا كلنا يتفرجوا على الفيديو النهاردة باذن الله هنشرح مع بعض انجليش ورلت 7 صف الاول الاعدتي هنبدأ مع بعض منهج الترمي التاني مع يونت 7 يونت 7 اسمها ايه this is what to do this is what to do هو ده اللي انا عايزه او هو ده اللي انا هعمله تعالوا نشوف مع بعض انه هرده طبعا احنا عارفين انه اليونت متقسمة الجزئين الجزء الاول وهو خاص بالvocاب والexpressions والادم وكل التفاصيل وموضوع الدرس والجزء التالي وهو الخاص بالgrammar هنبدأ مع بعض دلوقتي ونشرح الجرامر طبعا تعالوا نشوف مع بعض اليونت بتاعتنا متقسمة لجزئين الجزء الاول وهو عن قاعدة F اللي فيه ناس كتير قوي ما بتحبهاش او بتخاف منها ومعرفش السبب ايه هنقولها مع بعض دلوقتي في طريقة سهلة جدا وهتلاقوها بسيطة مش هتتلغبط فيها مرة تاني الحالة التانية او الدرس التاني او الجزء التاني من الجرامر وهو عن بس ده خليه لنهاية السشن لو ان شاء الله بإذن الله تبادل الاخر هتلاقوا الشرح سهل وبسيط وبإذن الله هتفهمه بسرعة نبدأ مع بعض ما او زي ما بيقولوا قاعدة F كلنا عارفين ان قاعدة F بتتقسم لأربع أجزاء الاول اسمه zero conditional او الحالة الصفرية التاني first conditional الحالة الاولى second conditional الحالة التاني third conditional او الحالة التالتة وكلنا عارفين او على الاقل سمعنا قبل كده ان حالات قاعدة F بتدل على امكانية حدوث الفعل لان هي اسمها حالة شرطية يعني شرط حدوث الفعل التاني حدوث الفعل الاول وعمر طبيعي جدا ان احنا عندنا two actions حدثين لو الاول حصل التاني هيحصل بعضو لو ما حصلش التاني مش هيحصل اوكي ولكن بالترتيب كده كل ما ننزل يعني منزيله للthird الزيرو اكيد الفعل هيحصل اما الثورد او بمعنى اصح كمان في بعض الاوايات او في بعض الحالات بيكون impossible to happen او مستحيل الحدوث طيب تعالوا نشوف مع بعض ان المفروض علينا في انجلش وورلد في يونت سابن هو المفروض الزيرو او الحالة الصفرية هناخدها دلوقتي وناخد عليها examples ان شاء الله يكون سهلة جدا وبسيطة بس قبل ما ابدأ يا تيتشر قوليني الاول انا امتى باستخدم انزيل الكنديشنال قبل ما ااخد تركبتها قوليني امتى باستخدمها واني اتوك اباوت فاكت او ناتشرال فاكت يعني الحقاية الطبيعية اي حاجة الناتشرال ايه جميعا فهو قوانين الطبيعة دي قوانين سابتة فاكيد ما فيهاش تغير يبقى الناتشرال فاكت او الحقاية الطبيعية انا باستخدم معها zero conditional او الحالة الصفرية طب قولنا بقى تركبتها ايه يعني بتتكون من ايه F present sample والجملة التانية كمان present sample يعني من الاخر F مدارع بسيط مدارع بسيط ودايما بقول لكم ياولاد ان احنا على شر نفهم قاعدة F بالمزبوط وما نتلغبطش فيها ابدا قاعدة F عاملة زي الميزان الجملة الاولى هي ميزان للجملة التانية لو في منها كده هنلاقيها سهلة جدا وبسيطة يبقى انا عندي F وعندي جملتين او قاعدتين اللي اتنين في present sample يبقى ما فيش ايه صعوبة طب قولنا يا تيتشور كده بشكل سريع يا ترى ال present sample معنى ايه؟ معنى ان الجملة شكلها ايه؟ معنى ان الجملة بتاعتي بعد ال F او في الجملة التانية بتتكون من يا verb في ال infinitive يا verb بلاس اس يا اما لو هي negative تبقى don't or doesn't وبعده ال infinitive don't or doesn't وبعده ال verbi في ال infinitive اوكي؟ يبقى verbi في ال infinitive وده طبعا لما يكون ال subject بتاعي ايه يو وي وذي وذي وو وذي اما ال doesn't مع ال he او الشي او ال at في كلتا الحالات بعد ال don't و doesn't ال verbi بيجي في ال infinitive تمام؟ طيب تعالي بيتشور لنا sentence او جملة بسيطة وضحنا فيها قعدة F في الحالة zero condition او الحالة الصفية يلا حبايبي بتعصال انت سيبا يدونا جملة جميلة كده if the sun rises it becomes hot if the sun rises it becomes hot هاو يا تيتشور 80 sun rises هاي تو حرف S يعني present sample وي becomes كمان اخيرة حرف S علشان ال at present sample present sample تبلغونا هاي زقولها في ال negative F the sun doesn't rise it doesn't become من غير S طبعا hot لو الشمس ما اشرقتش الدنيا مش هتكون حار لو بصنا للجملتين الجملتين natural لو بصنا للجملتين الجملتين fact حقيقة لا تتغير او غير قابلة للتغير اوكي دي كده sentence سواء كانت فيه الinformative او كانت فيه negative في الحالتين انا بتكلم عن حقيقة مستحيلة التغيير يبقى انا قاعدة F عندي هاي IDF present sample والجملت تانية كمان present sample سواء كانت positive او كانت negative طب تعالوا نشوف كده sentence كمان او example كمان when if you ما يا حتتحول لبخار ما حقيقه ولا مش حقيقه حقيقه عملا تتغير لا تتغير لا تتغير يبقى نزير الالجان قاعدة سابتة وضحة باستخدمها مع الاسم PE مش بس كته كمان يتيتشل لا ده انك كمان بتكلم او باستخدم الزير الالجان مع الاف لما كن بتكلم عن حالة سابتة لاتتغير لبعض الوقتة zero conditional بنستخدمها يا شباب لما بتكون متكلم عن عادة والعادة دي مش بتتغير أبدا زي حاجات زي habits كده ما بتتغيرش خلص برضه ممكن أستخدم ال F في zero conditional بكده يكون الجزء الخاص بقاعدة F أو الجزء الأول تمام انتهى تعالوا نشوف الجزء البائي من الجرامر أو part 2 في grammar unit 7 تعالوا نبدأ مع بعض الquantifiers واللي بيتخافوا منه كتير قوي معرف شرين هو يعني ايه quantifiers أصلا؟ يعني ايه quantifiers؟ quantifiers معناها الكميات الكميات بتكلم عن كمية أو عن معيور هنا بقا بيخليني إن أنا قبل مبدأ في الquantifiers لو إحنا عايزين نشتغل مزبوط أو عايزين نحصل الدرجة النهائية إن شاء الله فلازم نفهم الجرامر لأن الجرامر الجزء ده مش هيقف هنا ده لسه مكمل معاك والحبيب إن شاء الله لما تبصل إن شاء الله لتالتة سنة وبما إننا متأسسين وفي الانجليش perfect لازم إن إحنا نكون مركزين في الجزء ده فمش عايزين أي حاجة صغيرة تفوتنا ومنفش إن إحنا نكون سورياني حافظين بوكب كتير جدا وفاهمينها وحالين الأسئلة الصعبة صح؟ ونيجي في الأسئلة السهلة وأنا بشوف إن أسئلة الجرامر تعتبر من أسهل الأسئلة أو من الأسئلة اللي بتكون واضحة طالما إنك عارف الرول والقاعدة مزبوط فبالتالي إن إحنا أغلط وإن أنا أغلط فيها وإن شاء الله بإذن الله إحنا مش هيوقف الشرح هنا يعني إحنا مش هنشرح دلوقتي وخلاص لا بإذن الله أنا هسيب لكم اللينك بتاع الجروب بتاع التليجرام عليه كل الحصص، عليه كل الشيطات والأوراق عليه كمان أسئلة اللي يحب إنه هو يحل أسئلة ويبعتها لي أصححها ما فيش أي مشكلة إن شاء الله تمام؟ المهم إن أنتوا تكونوا وصل لكم شرح الدرس كويس وقدر إن أنا أكون إن شاء الله وصلت لكم الفكرة بشكل سامبل وبسيط ما تتلغبطوش فيه مرة تاني تمام؟ قلنا الكوانيفايرز والكوانيفايرز هنا بيعتمد على النون نمبر وانو وثو وثو وثري النون لو أنت فاهم النون أو الأسماء بالإنجليش مضبوط هتلاقي نفسك في الكوانيفايرز دي سهلة جداً طيب تعالوا نعمل بالشكل سريع يعني إيه نون أو الاسم في الإنجليش أو إيه علقته بالكوانيفايرز أنا عندي نوعين في الإنجليش من الأسماء النوع الأول وهو الكاونتبل أو الإسم المعدود والآن كاونتبل أو الإسم الغير معدود يبقى كاونتبل وآن كاونتبل إسم كاونتبل معناه أنه يتكون من حاجتين سينجلر مفرد أو فلورال يعني جامع يبقى أنا عندي إسمين إسم مفرد وإسم جامع هو عندي النوع الثالث من الأسماء هو الإنجليش أو الإسم الغير معدود اللي بيتكلم عن الكميات أو اللي بالنسبة له أهم حاجة هي الإيه؟ الكمية ما بيعتمدش على العدد تمام؟ تاني يا تيتشور إيه بقى يا تورا الكوانيفايرز أو الكميات؟ تحاينو نحطوهم مع بعدي كده أنا وإنتم في زي سيركل كبيرة أو روكتانجل خلينا نقوم سم أني آلوت أوف ميني ماتش وطبعا في فيو ولتن و أفيو و قالتن ركزوا معي ومتفتكروش إن الدرس دا سهل دا زي ما بيقولوا عليه سهل الممتنع يعني ده لسهل جدا ولكن لحد ما بنوصل لثالثة سنة بنلاقي فيه اخطاء عويطة جدا فركزوا ما تزهقوش وتابعوا الفيديو للاخر عشان اقول لكم اخر تلكات وحركات الكواني فايرز زي ما بيقول طيب انا عندي سام واني والوت اوف وكمان فيه لوت اوف بتسوي الوت اوف زي ما هي تمام وعندي مني وماتش وعندي فيو والتل هنجمعهم في ثلاث اجزاء الجزء الاول اولا ايه من الاسماء دي اللي بيجي مع الان كاونتو بالنونز يعني ايه اللي بيجي مع الاسماء الغير معدودة عندي سام عندي اني عندي الوت اوف ولوت اوف وماتش ولاتن والاتن طب ازاي بقى صنفها هنا يا تيتشور تعال نوريكم اول واحدة عندنا وهي سام سام بتيجي مع الكاونتو بالنونز الاسماء المعدودة والان كاونتو بالنونز والغير معدودة طب ايه الفرية تيتشور يعني انا اعرف ازاي استخدم سام او لا اولا انا هنا بتكلم معيك ان كلمة سام تيجي مع الكاونتو بالنونز ولكن مش اي كاونتو بالنونز لا ده لازم يكون بلورال بلورال يعني في حالة الجامعة يعني اسم معدود في حالة الجامعة او الاسم الغير معدود يبقى صنف بتيجي مع حالة تانية اما اسم معدود جامعة اما اسم غير معدود ممتاز طيب نشوف اين بما انهم هما اتنين اقرب لبعض يعني ايني بتيجي مع ايه تيتشور مع الكاونتو بالنونز كمان اه والنكاونتو بالنونز والغير معدود طيب ايه طيب يمكن هنا بتيجي مع ايه بتيجي مع البلورال الاسم المعدود ولكن بيكون بحالة الجامعة طيب ايه الفرقة ايه الفرقة بين الاثنين ام تختار سام و ام تختار ايني هو ده بقى السؤال المظبوط اختار سام لما كن بتكلم عن جملة بوزيتف يعني جملة مثبتة جملة بوزيتف او جملة مثبتة او ايه القواتشين ولكن مش كل القواتشين يعني مش كل عنوين اسئلة بتيجي معهم صم تعالوا مع الاني وهنفهم الصم الفوقتها الاني بتيجي مع الناجاتو الجملة النيكاتو الجملة المنفية الي فيها نوت طيب تمام جدا نطبع نوت او نيفر او مع القواتشين ما احنا هنا القواتشان فوية تيتشور هي تيجي مورتين هتيجي مورتين ولكن ازاي اذا كنت بتكلم عن ايه عن اي سؤال عادي فانا بستخدم انا اما في حالة اني بستخدم للوفر عرض او ريكوست طلب فانا في الحالة دي بستخدم مين بستخدم ثم ولكن اي سؤال تاني بستخدم انا لقديني وقليني امت عشان انا كده اطلق بط يلا نشوف ماذا ايز اكزامبل انا عندي سنتنز وبقول لك اختار عندي تو قوشنز وبقول لك اختار ثم او انا تعالوا نشوف مين هيختار ثم و مين هيختار انا number one do you have any sugar or some sugar please number two number two او question التاني number one do you have any questions are there books here الاثنين questions يطرق ايه اللي اختار فيه سنت و ايه اللي اختار فيه اني طب انا من غير ما قرأ ال questions اقدر اقول لكم حاجة لطيفة جدا ايه يا تيتشير شوف اللي فيه رجاء شوف اللي فيه تعطف شوف اللي فيه عرض او طلب انا بقرض على حد حاجة او سلوب سؤال مقدم او او اني بتحايل لحدش هني ديني حاجة ده اللي هنختار فيه some اما الباقي او التاني هنختار فيه انا فتعالوا نرى question number one do you have sugar please عندكم سكر لو سمحت طب ما حدش عندنا عنده عنده سكر بس احنا يعني نتكلم عن sentence اوكي هنا انا اختار any ولا اختار some اختار some are there books here في كتب هنا او موجود كتب هنا هختار any يبقى ايه قوصش ان انا معي any ولكن في بعض الاسئلة المعينة انا بختار فيها some وهي اللي بتتكلم عن offer او عن request هو ده الفرق ايه زي ما بيقولوا كده ايه الفرق الصغير اوي ما بين ال some وال an فالجملة اللي فيها not وانا مغمد عيني اختار any تمام طيب ده الجزء الخاص ب some and يبقى نعيد تاني في شكل سريع some and بيستخدمها مع ايه مع ال countable nouns ده الاسماء المعدودة ولكن مع الاسماء اللي غير معدودة او ال an countable some بيجي مع الجملة positive any بيجي مع ال negative او ال question some بيجي في بعض الوقات مع بعض ال questions ولكن اللي بتكون بتركز على حاجتين ال offer او ال request العرض او قطة بس كده السم والany خلص يلا نشوف اللي بعدها a lot of او a lot of يعني ايه a lot of ويعني ايه a lot of وهي حرفين ايه اسهل واحدة lot of او a lot of معناها كثيرا من ودايما بيجي بعض بيجي بعض الاسم اللي يكون سواء كانت a lot of الاثنين بيجي بعض او ايه اختلاف او ايه difference ما بينه a lot of او lots of الاثنين زي بعض وبيجي بعضهم دايما الاسم ال countable ال plural او ال countable ما فيش اي مشكلة ولكن دايما ال lot of و lots of بتيجي مع الجملة اللي يكون فيها positive او بتكون في جملة مثبتة مفيهاش اي ولا negative ولا question اي حاجة من ديه ومعناها كثيرا من ومعناها كثيرا من نشوف بقى الجزء او البورت اللي بعده اعتقد دي سهلة جدا ان فيش اي مشكلة after that انا عندي كلمتين مهمين جدا خلينا نمشي بالعربي معناهم كثير كثير مني او مني او مني او مني تيجي مع الجملة او مع الكلمة او مع الاسم ال countable المعدود وانا هنا هايد لكم تاني انا هنا يا جماما اتكلم مع ال countable معانيها ان الاسم التاني دوت plural او ال much بتيجي مع ال countable يبقى انا هنا لما اقرى السنتنز بتاعتي لازم اركز او ترى الكلمة اللي بعد ال space او بعد الفراغ ديت هي ايه countable او uncountable ونبدأ ان اعرف فيها اعتقد ان ال countable والن countable دي من اساسيات الانجليش والمفروض ان انتم اي بي سي كونوا عارفين countable هو الاسم المعدود والن countable هو الاسم الغير معدود طيب ال countable المثلتها ايه زي subjects languages food some food the drink the liquids اي سوائل غير معدودة اي مشروبات غير معدودة بعض الاكلات زي السالد والميد والتشاكن كل ده غير معدود Arabic English math social studies اي مواد uncountable تمام؟ بي يبقى الميني مع countable والمتش مع uncountable تعالوا نشوف example she has many skirts she has many skirts كلمة skirts كلمة skirts كلمة كاونتبل زي ما نشاهفيه فيه الفلوريال4 الكلمة او الجملة الثانية كلمة سوب وهي كلمة uncountable لانها liquid سائل وي قبلها كلمة much تمام؟ ده كده بالنسبة الميني وميك راعلوا نشوف مع بعض بقى لاتلوفيو لاتلوفيو زيها بالظبط بس الفرق اني هنا ده بتكلم عن كلمة قليل اما ده كثير فيو ولاتل فيو مع الكاونتبل فيو او سوري اللاتل ما الان كاونتبل او الاسم الغير معدود يمع تاني الاسم بتاعي كاونتبل اختار فيو الاسم بتاعي ان كاونتبل اختار لاتل تمام سهلة قد طب تعالوا نشوف بقى مع بعض طب لونا دلوقتي بتتكلم عن ايه ناخد اجزامبل دي دع 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 لدي دع دع جوز. هم عظم عصير قليل نقول تاني مرة كمان هنا كلمة بوكس كلمة كاونتبل فبالتالي اخترت كلمة فيو كلمة جوز كلمة ان كاونتبل فبالتالي اخترت لتل يبقى الكلمة اللي بعد الاسبايس هي اللي تقدر تحدد ان كنت انا اختار فيو او لتل نيجي بقى لبومبوناية الشرح النهاردة او بومبوناية الشرح النهاردة وهو اللي المركزين وللي سامعين الفيديو للاخر ايه الفرق ما بين فيو و افيو و ان شاء الله بس عشان احنا في رمضان هشرح لكم نظري لكن بازن الله بعد رمضان هشرح لكم تاني ايه الفرق ما بين اللي تليل سواء كنا بنتكلم عن فيو فانا هنا بتكلم عن حاجة قليل ويكفي اما فيو قليل ولا يكفي قليل ولا يكفي اما فيو الاي دي قبل كلمة فيو قديتني قليل ويكفي زي ايه كمان زي لتل لتل لوحدها قليل ولا يكفي اما لتل قليل ويكفي كمان نيجي نقول ايه تعالوا نشوف الايجزامبل ده لو انا بتكلم عن لتل وودر او مية قليلة اني هتكون اللتل واني هتكون اللتل يا تيتشور اللتل هي دي ان تكون الكوباية فيها شوية ما صغيرين كده ده كده اقول ايه صوري اقول لتل اللي انا لو شربتهم ايه يعني ما بقاش ابقى لسه عشان اما اللتل فهي كده ان تكون الكمية المتاحة كميه قليلة ولكن تؤدي الغرض زي ما يقول يبقى لسه الفيديو للاخر هو عرف اني تدي معنى الكفاية وما لتل او المء تدي معنى عدم الكفاية وبكده ان شاء الله thinks we can chew 一 الخاص بيونت 7 this is what to do انتظرونا ان شاء الله بإذن الله الحصة الجاية أو الفيديو الجاية بإذن الله هنشرح لكم بقية جرامر اليونتس اللي بعدها وتابعوا القناة وما تنسوش فعالوا بجرس عشان تشوفوا كل الفيديوهات السلام عليكم